اشتركوا في القناة وقال الله عز وجل في آخر سورة هود إلى قول الله تبارك وتعالى وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين أمر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة بإقام الصلاة وأقم الصلاة وهذا شامل للفريضة والنافلة والأمر بإقام الصلاة أمر بها وبما لا تتم إلا به من شروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها وقوله طرفين نهار يعني في أول النهار وفي آخره فيدخل في ذلك صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب وزلفا من الليل أي آناء وساعات من الليل فيدخل في ذلك صلاة العشاء وسنتها الراتبة القبلية والبعدية ويدخل في ذلك صلاة العشاء وسنتها الراتبة البعدية وقيام الليل إن الحسنات يذهبن السيئات الحسنات جمع حسنة وهي ثواب الأعمال الصالحة والسيئات جمع سيئة وهي عقوبة الأعمال السيئة فالحسنات يذهبن السيئات وهذا شامل للصلوات الخمس ولغيرها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر واعلم أن السيئات والذنوب تكفر بأمور أولا مما يحصل به تكفير السيئات الحسنات الماحية من الأعمال الصالحة فكل عمل صالح فإنه سبب لتكفير الذنوب والسيئات ثانيا مما يحصل به تكفير الذنوب والسيئات الاستغفار فإن من استغفر الله تعالى غفر له وثالثا التوبة النصوح فمن تاب من الذنب تاب الله عز وجل عليه بل إذا تاب الإنسان من الذنب فإن الله عز وجل يبدل سيئاته حسنات كما قال عز وجل في آخر سورة الفرقان إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومما يحصل به تكفير الذنوب والسيئات المصائب التي تصيب العبد فإن ما يصيب العبد من هم أو غم أو نصب أو وصب إلا كفر الله تعالى به عن خطاياه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله تعالى بها عن خطاياه هذه خمسة أمور يحصل بها تكفير الذنوب والسيئات أولا الأعمال الصالحة وثانيا مما يحصل به تكفير الذنوب الاستغفار وثالثا التوبة ورابعا المصائب وخامسا دعاء الله تعالى فإذا قال قائل ما الفرق بين التوبة والاستغفار فالجواب أن التوبة والاستغفار إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا فإذا قيل توبة دخل فيها الاستغفار وإذا قيل استغفار دخل فيه التوبة وأما إذا جومع بينهما فقيل توبة واستغفار فالفرق بينهما من وجهين الوجه الأول أن التوبة أعم التوبة أعم من الاستغفار لأن التوبة تتضمن أمرا سابقا وحاضرا ومستقبلا فالتوبة تتضمن أمرا ماضيا لأن من شرط صحة التوبة الندم على ما مضى وتتضمن أمرا حاضرا لأن من شرط صحة التوبة الإقلاع عن الذنب وتتضمن أمرا مستقبلا لأن من شرط صحة التوبة العزم على أن لا يعود إلى ذلك في المستقبل بخلاف الاستغفار فالاستغفار إنما يتعلق بما مضى لأن الإنسان إنما يستغفر عما فعل لا عما سيفعل وبهذا يتبين أن التوبة أعم الفرق الثاني أن الإنسان قد يستغفر ولا يتوب فقد يستغفر الله عز وجل ولكن لا يتوب إلى الله عز وجل ثم قال عز وجل لأن الحسنات يذهبن السيئات فمن عمل سيئة ثم أتبعها حسنة فإن هذه الحسنة تمحوا ما حصل منه من سيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن ثم قال عز وجل واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين اصبر هذا أمر بالصبر والصبر ثلاثة أنواع صبر على طاعة الله عز وجل وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة فأما الأول وهو الصبر على طاعة الله فمعناه أن يحبس الإنسان نفسه على طاعة الله وأن يوزمها بطاعة الله لأن الإنسان قد يجد من نفسه جنوحا وامتناعا من الإقبال على الطاعة فيكرهها ويوزمها بالطاعة ونفسك أيها الإنسان إن أذللتها فقد أعززتها وإن أعززتها فقد أذللتها إن أذللتها لطاعة الله فقد أعززتها ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وإن أعززتها بأن تركتها تعمل ما تهوى وما تشتهي فقد أذللتها هذا هو النوع الأول من أنواع الصبر وهو الصبر على طاعة الله عز وجل النوع الثاني من أنواع الصبر الصبر عن معصية الله بأن يمنع نفسه من المحرمات لأن النفس تدعو إلى المحرمات فيمنع نفسه منها يمنع نفسه من هذه المحرمات التي تدعوه نفسه إليها والنوع الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة لأن ما يقدره الله عز وجل بالنسبة للعبد على نوعين نوع مما يلائمه فوظيفته فيه الشكر ونوع لا يلائمه فوظيفته فيه الصبر قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته صرا شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن فيصبر على ما يقدره الله عز وجل عليه من المصائب والناس عند المصيبة عندما يصاب الإنسان بمصيبة فلا يخلو من أربع مراتب الناس عند المصائب على مراتب أربع المرتبة الأولى مرتبة الشكر إذا أصيب بمصيبة شكر ولكن قد يقول قائل كيف يشكر الله على المصيبة نعم يشكر الله على المصيبة من وجوه متعددة أولا أن المصائب كفارة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله تعالى بها من خطاياه فمن هذا الوجه يشكر الله تعالى ثانيا يشكر الله تعالى لأن هذه المصائب قد تكون نوع عقوبة وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة وثالثا يشكر الله تعالى أنه سبحانه وتعالى قدر عليه هذه المصيبة ولم يقدر عليه ما هو أعظم فإنسان مثلا أصيب بحادث وتلفت سيارته وانكسرت قدمه ويده يحمد الله عز وجل ويشكره أنه لم يكن أعظم من ذلك لم يصب بشلل لم يفقد شيئا من حواسه ونحو ذلك إنسان مثلا احترق بيته يحمد الله عز وجل أن سلم أولاده ونجاهم من هذا الحريق فيشكر الله تعالى أنه قدر عليه هذه المصيبة ولم يقدر عليه ما هو أعظم وهذه المرتبة أعني مرتبة الشكر مستحبة وليست واجبة المرتبة الثانية من مراتب الناس عند المصيبة مرتبة الرضا بأن يكون وجود المصيبة وعدمه سواء لعنده قد رضي بالله عز وجل ربا رحيما ومدبرا حكيما والإنسان عند المصائب إما أن يصبر سبر الكرام وإما أن يسلو سلو البهائم كما يأتي وهذه المرتبة أعني مرتبة الرضا بأن يكون وجود المصيبة وعدمه سواء مستحبة أيضا وليست واجبة المرتبة الرابعة المرتبة الثالثة مرتبة الصبر بأن يشعر بالمصيبة ويتألم من المصيبة ولكنه يحبس نفسه يحبس قلبه عن التسخط ولسانه عن التشكي وجوارحه عما حرم الله تعالى وهذا أعني هذه المرتبة واجبة فيجب على الإنسان عند المصائب أن يصبر وأن يحتسب الأجر عند الله تعالى فهنا أمران صبر واحتساب الأجر عند الله تعالى لأن الجزع الجزع والهلع لا يرد شيئا مما قدر الله تعالى المرتبة الرابعة من المراتب مرتبة السخط أو التسخط وذلك بأن يتسخط على الله عز وجل والعياذ بالله بقلبه أو بلسانه أو بجوارحه فالتسخط على الله تعالى بالقلب أن يقول في قلبه ربي لما قدرت علي هذه المصيبة دون فلان ربي لما أفقرتني وأغنيت فلانا ربي لما جعلتني عقيما ورزقت فلانا وهذا والعياذ بالله من أعظم الذنب أن يتسخط على قضاء الله عز وجل وقدره لأنه لو علم أن الله تعالى أن الله أرحم أرحم به من نفسه لما قال هذا التسخط أيضا يكون بالفعل بنطم الخدود وشق الجيوب ونتفي الشعور ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعى بدعوى الجاهلية وهذه براءة من الرسول صلى الله عليه وسلم لمن فعل هذا الأمر التسخط على الله عز وجل أيضا يكون بالقول وذلك بالدعاء بالويل والثبور وويلا وثبورا ومصيبتا كل هذا مما ينافي ما يجب من الصبر فالمهم أن الواجب على المؤمن أن يصبر ولهذا قال عز وجل واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فالمحسنون لا يضيع الله تعالى أجرهم والمحسنون هنا يشمل المحسنين في عبادة الله والمحسنين لعباد الله وذلك لأن الإحسان نوعان إحسان في عبادة الله وإحسان لعباد الله فالإحسان في عبادة الله يكون بالإخلاص والمتابعة بأن يكون الإنسان مخلصا لله عز وجل في قصده مخلصا لله تعالى في توحيده مخلصا لله تعالى في عبادته والثاني أن يكون أيضا متبعا ومختديا ومتأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام هو الأسوة وهو القدوة قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا إذن الإحسان في عبادة الله يكون بأن تتعبد لله تعالى بالإخلاص والمتابعة الإحسان أيضا يكون لعباد الله والإحسان لعباد الله يجمعه هذه الكلمات الثلاث بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه بذل الندى أي أن تبذل المعروف سواء كان المعروف قوليا أم فعليا فالمعروف القولي كالتعليم والإرشاد والدلالة فعنت إذا علمت شخصا مسألة أو دللته على خير أو أرشدته إلى خير فقد صنعت به معروفا بل قد يكون هذا المعروف عنده أعظم من آلاف الدراهم بل من الملايين قد يكون الإنسان في حاجة إلى أن يرشد بفتوى أو أن يعلم ما جهل ولا تحقرن من المعروف شيئا أيضا يكون بالفعل الإحساء المعروف يكون بالفعل وذلك بأن تقوم بإعانة إخوانك وخدمتهم وما يحتاجون إليه ثانيا كف الأذى أن تكف أذيتك عن الناس سواء كانت هذه الأذية أذية قولية أم أذية فعلية الأذى القولي بالسب والشتم والغيبة والنميمة ونحو ذلك والأذى الفعلي أن تعتدي عليهم في أبدانهم أو في أعراضهم أو في أموالهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا هذا هو كف الأذى أن تكف أذيتك القولية والفعلية لأن إذا المؤمنين أمر محرم قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ثالثا طلاقة الوجه أن تلاقي إخوانك بوجه طريق بوجه مبتسم بوجه مسرور لا أن تلاقيهم بوجه مكفهر بوجه معربد لأن هذا ينافي ما يجب من الأخوة الإسلامية ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة هل الإنسان يكلفه التبسم شيئا هل يبذل مالا حتى يتبسم ومع ذلك تجد أن بعضنا يقابل بعضا وهو مكفهر في وجهه لا يعلم أنه إذا قابل إخوانه المسلمين بالتبسم وإظهار الفرح والسرور أنه يثاب على ذلك حتى أيها الإخوة حتى لو فرض أن الطرف الآخر الذي يقابلك لا يقابلك بهذا لو فرض أنك مثلا تبسمت في وجه أخيك أو إخوانك وهو لم يتبس في وجهك فأنت تتعامل مع من تتعامل مع الله حينما قمت بهذا العمل إنما تريج وجه الله عز وجل والدار الآخرة كذلك أيضا مثل ذلك السلام إفشاء السلام من أسباب المودة والمحبة على أدلكم على شيء إذا فعلتمه تعاببتم أفش السلام بينكم فالإنسان قد يمر أحيانا بإخوانه المؤمنين إما مرورا وإما وهم جالسون فتجد أن بعض الناس لا يسلم لماذا يقول لأني إذا سلمت لا يردنا السلام فنقول له أنت حينما تسلم هل تريد بسلامك لهم هل تريد رضاهم والثواب منهم أو تريد ذلك من الله أنت تريد ذلك من الله فدائما أيها إخوة تعامل مع الله عز وجل كل عمل تعمله استحضر أنك تعمله لوجه الله عز وجل ولا تنظر إلى الآثار والنتائج من المخلوقين لأن المخلوقين لن يرضيهم شيء حتى مهما عملت فإنه لن يرضيهم شيء بل المخلوقون أو الناس عموما حتى في السؤال لو سألت أحدهم مرة شيئا رب أعطاك ثم تأتي الثانية ربما يعطيك على تكره تأتي الثالثة يردك سواء كان هذا في المال أم في غير المال أم في غير المال ولهذا مما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه ألا يسأل الناس شيئا كما في حديث جري بن عبد الله البجري قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نسأل الناس شيئا فكان أحدهم الصحابة رضي الله عنهم كان يسقط صوته وهو على ظهر دابته على فرسه أو على حماره لا يقول لأخيه ناولني إياه بل ينزل ويأخذه تحقيقا لما بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فالمهم دائما أيها إخوة علق قلبك ورجاءك وسؤالك بالله عز وجل واعلم أن كل خير يأتيك فإنه من فضل الله عز وجل عليك وكل شر يندفع عنك فإنه من فضل الله عز وجل عليك حتى لو أتاك هذا الخير عن طريق المخلوقين فهو سبحانه وتعالى الذي سخرهم لك حتى أعطوك فعليك أن تلجأ في جميع أمورك وفي جميع أسئلتك ومسائلك إلى الله عز وجل وأن لا تتعلق بالمخلوقين إن أعطوك وإن منعوك ولهذا قال الشاعر لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب الله عز وجل إذا تركت سؤاله قضب عليك لأن السؤال أعني دعاء الله عز وجل عبادة بل هو مخ العبادة أما بني آدم فهم وإن أعطوك مرة ربما تكرهوا في المرة الثانية وربما أيضا منعوك في المرة الثالثة قال الله عز وجل واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فكل من أحسن في عبادة الله أو أحسن إلى عباد الله فإن ثوابه وأجره عند الله عز وجل لا يضيع أبدا أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المحسنين في عبادته المحسنين لعباد الله وأن يغفر لنا ولوالدين ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين